احالة البلاغ المقدم ضد الشيخ عبدالله رجدي بسبب جهان العرائية لنيابة امن الدولة العليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة سيف ترينت صرح المحامي هاني سامح ان النيابة العامة احالة البلاغ اللي كان متقدم ضد الشيخ عبدالله رجدي الى محكمة نيابة امن الدولة العليا المختصة علشان تفحص البلاغ ده وكمان هاني سامح قال في تصريحات ان البلاغ ده جاء بناء على اتهامات العرائية جهان صادق والاتهمت فيه عبدالله رجدي بالزواج منها شفاهيا بالاضافة ان هو بيتربح من دعوته للإسلام وكل الكلام ده كله خارج تماما ومنهوقش اي اساس من الصحة وكلنا عارفين الشيخ عبدالله رجدي وشيخ عبدالله رجدي حتى ما كلفش نفسه ان هو يطلع ويرد لان عارف ان الحاجات دي كلها مهاطرات وكلام ملهوش اي تلاتين لازمة والكلام ده اللي هيتأكد واللي هتأكده محكمة نيابة امن الدولة العليا وبعد ما ترد كلنا هنعرف اذا كان الشيخ عبدالله رجدي متهم فعلا ولا لا اما حتة ان هو بيتربح من خلال الدعوة فعادي مفيش اي مشاكل ان انا انشر الدعوة مقابل ان انا باخد فلوس او ماخدش فلوس دي حاجة بترجع لي طلبونا باش بعمل حاجة غلط يبقى مفيش اي مشاكل ده كموضوع حلقتنا النهاردة بخصوص البلاغ اللي تم تقديمه في عبدالله رجدي واحالته لمحكمة امن الدولة العليا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراك في القناة تزورونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة